موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحفة نبدأها من وكالة أنباء الأناضول التي نشرت مقالا لخليل ديمير تحت عنوان لاجئ كردي سوري لن ننسى صدقة تركيا على الإطلاق حيث يواصل الأكراد السوريون اللاجئون في تركيا العودة إلى مدينتهم معين العرب كوباني بريف محافظة حلب في سوريا على دفعات عقب انسحاب تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة ووصل نحو ألف لاجئ إلى معبر مرشد بينار الحدودي بولاية شانلي أورفا اليوم وعد الذين استكملوا الإجراءات الرسمية إلى الأراضي السورية وقال اللاجئ عبدالله صالح لن ننسى صدقة تركيا على الإطلاق معربا عن سعادته بالعودة إلى وطنه على غرار خالد إبراهيم الذي أبدى سعادته لعودته إلى منزله مجددا وبلغ عدد العائدين اللاجئين من سكان عين العرب كوباني إلى مدينتهم نحو ثمانين ألفا من أصل مئتي ألف لجأوا إلى تركيا قبل نحو ثمانية أشهر ونبقى في الصحافة التركية حيث نشرت صحيفة أكشم أتركيا مقالا لفق ألوطاش بعنوان نزوح السوريين ليس خيارا كيفيا حيث يقول الكاتب لقد سنحت للفرصة بمجالسة السوريين الذين أجبروا على النزوح إلى الأراضي تركية مع بداية الأحداث الدامية في بلادهم لقد جالست العديد من اللاجئين السوريين الذين قدموا إلى مخيم يا ياداغ والذين كانوا من الشهود العيان على الظلم الذي ارتكبته قوات الأسد بحق الأبرياء في جسر الشغور وما حولها والنتيجة التي استخلصتها واستخلصتها من خلال حديثي معهم أن رأس النظام السوري المتمثل بشخص بشار الأسد قد اختار طريقة أبيه الذي قامع الثورة الشعبية السلمية في مدينة حبا عام 1982 فقد عمل هذا الشخص على مبدأ عليك أن تقطع رأس الأفعى قبل أن تكبر وتتعظم قوة وما تتابع إلي ازداد ظلم النظام السوري بحق الشعب الأعزل فقد ارتكبت قوات الأسد مجزرة في مدينة بانياس ومدينة دومة وما تبع هذه الأحداث من حالات اقتصابه بحق نساء والبنات العاففات ولم تكتفي قوات الأسد بهذا بل قامت باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد الشعب سوري حتى أجبر هذا الشعب على الرحيل عن ضياره تاريكا وراءه الأمة وذكرياته الحزينة ليبحث عن ملجأ آمن يحميه من ظلم الطاغ ورصاصة الموت وأمام هذا المشهد المروع قام بعض المتخاذلين في الداخل التركي والمتواطئين مع النظام الظالم وعلى رأسهم قيادة حزب الشعب الجمهوري وبعض الأحزاب اليسارية الأخرى بمحاولات صبغ بشار الأسد وممارساته بحق الشعب السوري بالصبغة الديمقراطية حيث شرع هؤلاء ما يقوم به بشار الأسد وأعوانه واعتبروه دفاعا عن سيادة الدولة بينما اعتبروا لجوء الملايين من السوريين إلى دول الجوار رحلة سياحية قام بها الشعب السوري بكامل إرادته وكأنهم لم يجبروا على ذلك كما ذهب بعض العنصريين في الداخل التركي إلى أبعض من ذلك حيث اتهموا اللاجئين الذين رفضوا دخول الحرب إلى جانب الأسد بالخيانة العظمى وبأنهم خانوا بلدهم وقائدهم وأنه كان عليهم الوقوف إلى جانب الأسد في وجه من يسمونهم الإرهابيين إن هؤلاء اليساريين وعلى رأسهم كالجدار أوغلو يكنون عداء شديدا للأجانب على سيد كمال كالجدار أوغلو أن لا ينسى أن العديد من أبناء جلدته في مدينة طونجلي اللاجئوا إلى الأراضي السورية عندما قامت حكومة حزبه الذي يترأسه في هذه الأثناء بارتكاب فضاعات بحق الأكراد والعلويين عام 1937 فالأكراد السوريين معظمهم فروا من ظلم حزب الشعب الجمهوري في تلك الفترة فعندها لو أراد السوريون إعادة هؤلاء اللاجئين فماذا كان سيحل بأجداد كالجدار أوغلو يعترع صحيفة مليات التركية نشرت موضوعا تحت عنوان تعقب الجواسيس حيث أشارت المصادر الأمنية إلى حصولها على معلومات مهمة تفيد بأن سينان سيف الدين أوغلو مسؤول العلاقات والأمن في القنصلية الأمريكية في أضنى على علاقة وطيدة من شخص نشرت الأحرف الأولى من اسمه وهي أوكي له علاقات قوية مع مديرية الأمن ودرك تركي وأنه كان يبعث لهم أموالا باستمرار وقد تبين حصول سيف الدين أوغلو على معلومات استخباراتية مهمة بهذه الطريقة حول عناصر المعارضة السورية وعلاقات الجيش السوري الحر بالإضافة إلى معلومات مهمة عن معسكرات تدريب لقوات المعارضة في تركيا ومعلومات استراتيجية أمنية وحيامية أخرى وحسب التقارير الأمنية الواردة فإن تعقب الجهة الأمنية المختصة بالتجسس كشفت عن أكثر من ثمانمائة لقاء أجري في هذا الخصوص وأنهما التقيا سبع مرات سربت خلالها معلومات حساسة حول سياسة تركيا المتعلقة بشأن السوري وأنه أبلغهم بأنه في حالة تأمين الجانب الأمريكي مبالغ علي الله فإنه سيتمكن من الدخول إلى تلك المعسكرات والحصول على معلومات أفضل وأشمل موقع سوريا نت نشر مقالا لعلي حسين باكير بعنوان إعادة قراءة المشهد السوري في أسباب التقهقر الأسد السريع مؤخرا حيث يشير الكاتب إلى أن الساحات السورية شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضيين سلسلة انتصارات للمعارضة السورية وهزائم مدوية للنظام لا سيما في إدلب وحلب ودرع على أن نقطة التحول هذه لم تأتي معزولة عن المعطيات والتطورات المتزامنة واللاحقة المتعلقة بكل من النظام والمعارضة والتي هيئت المشهد لسلسلة الانتصارات الأخيرة للمعارضة ومنها أولا العوامل المتعلقة بالنظام وداعمه واحد اهتراء أجهزة الاستخبارات رؤساء اثنين من أصل أربعة أجهزة تم طردهم من مناصبهم مؤخرا بقرار غير مسبوق رستم غزالي ورفيق شحاده تابعها رحيل حافظ مخلوف إلى روسيا أو روسيا البيضاء في الخريف الماضي ويشير رحيلهم عن المشهد في غضون ستة أشهر إلى وجود خلاف داخلي كبير في النظام لم يكن موجودا من قبل ثانيا استنزاف قدرات الجيش السوري وعدم إمكانية تعويضها ثالثا تراجع دور الميليشيات الشيعية بسبب طرار عدد من هذه الميليشيات إلى العودة إلى العراق مما أدى إلى خلل إثر افتقاد النظام لدعم هذه الميليشيات وطرار النظام بشكل متزايد إلى الاستعانة بمرتزقة شيعة أفغان وباكستانيين رابعا تراجع الدعم الروسي والإيراني حيث أن الدعم المالي المقدم للنظام من هذين البلدين بدأ ينخفض ويتراجع وذلك بموازات خفاض أسعار النفط التي تعتمد عليها كل من موسكو وطهران في تمويله وقد خلق هذا الوضع مشكلة للنظام في موضوع تمويل العمليات العسكرية ثانيا العوامل المتعلقة بالمعارضة السورية أولا توحيد وتنسيق عمل المعارضة المسلحة تحت تجمعات كبرى على سبيل المثال ولادة جيش الفتح الذي عكس مدى تطور ونضج قدرات العمل المشترك والتنسيق بين الفصائل المقاتلة ثانيا توظيف قدرات جبهة النصرة حيث لوحظ في الآوينة الأخيرة تغير في الخطاب وأيضا في طريقة العمل لجبهة النصرة ثالثا الجبهة الجنوبية الجبهة الجنوبية كانت المنعطة في الأساس في سياق سلسلة الانتصارات التي بدأت مؤخرا بعدما هزمت محاولات هزمت محاولات الاجتياح الإيراني بقيادة سليماني مما عمق المشكلة لدى النظام السوري لناحية عدم القدرة على الحشد وتراجع الدعم المالي والبشري في ظل الخلاف بين مكونات هذا النظام الداخلي من جهة وبين النظام السوري وحلفائه من جهة أخرى هذه المعطيات الكلية تريح حلفاء الثورة السورية ولاسيما المثلث التركي السعودي القطري وتماهد طريقة أيضا لعدد منهم اتخاذ خطوات أكبر في الأشور القليلة القادمة إذا ما تطلب الأمر ذلك صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقالا بعنوان تحول على الأرض في سوريا حيث ترى الصحيفة أنه لعامين بدأت لنظام بشار الأسد اليد العليا في حرب سوريا الأهلية الطاحنة وهذا بفضل تدخل قوي للميليشيات التي ترعاها إيران واستخدام التكتيكات الإجرامية مثل إلقاء البراميل المتفجرة المملوئة بالشظايا أو غاز لكلور على الأحياء المدنية ينقلب الزخم الآن ربما ضد الدكتاتور ففي الأسابيع الأخيرة حققت قوات الثوار مكاسم مهمة في الشمال والجنوب من البلاد مسيطرة على عاصمة محافظة وعلى آخر معبر حدودي كان لدى الحكومة مع الأردن وكما أفاد تقرير الواشنطن بوست فإن هناك ذلالات على خلافة جدية ضمن الحلقة الداخلية للأسد حتى في حين يظهر تحالف الثوار الجديد تماسكا مفاجئا قد يشكل تحول الزخم فرصة للولايات المتحدة وخلفائها لاستفادة من تغيير حكام سوريا الذي أيده الرئيس أوباما أول مرة منذ أربعة أعوام مضت ولكنه قد يقود أيضا إلى كارثة في حال استبدلت قوات مجاهدي الدولة الإسلامية أو القاعدة النظام المتفكك كما قد حدث بالفعل في شرق سوريا في المختصر فإن تطورات المعارك تضيف ضرورة جديدة للحاجة إلى استراتيجية أمريكية متماسكة لم تتظاهر إدارة أوباما حتى باتباع سياسة لسوريا منذ انهيار جهودها التوسط في محادثات السلام منذ أكثر من عام مضى على الرغم من أن البنتاجون يرعى تدريب العسكري لبضع الآلاف من السوريين إلا أنه لم يلتزم بالدفاع عنهم في حال تعرضوا للهجوم من قبل قوات الأسد يستمر سيد أوباما برفض الاقتراحات لإنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا حيث قد تتمكن قوات السياسة المعتدلة من التنظيم كما يتجاهل تجدد استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية مثل غاز الكلور لقد كانت إحدى نتائج عدم الاكتراث هذا هي انشقاق المقاتلين السوريين وانضمامهم إلى الجماعات الجهادية مثل جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة وقد تمثلت نتيجة أخرى بالقرار الواضح للقيادة الجديدة للبابنك العربية السعودية بالتعاون مع تركيا لتقديم دعم جديد لجماعة الثوار وظنع الاستمرار بانتظار القيادة الأمريكية إن التقدم الذي أحرزه الثوار في شمال سوريا حققه تحالف يضم جبهة النصرة وفصائل أكثر اعتدالا إلا أن الإسلاميين قالوا بأنهم لن يفرضوا حكمهم على إدلب عاصمة المحافظة فإنهم يقدمون بديلا سياسيا غير مستزهاغ بنسبة لأغلبية السوريين وبنسبة للغرب لا يعتقد العديد من الخبراء العسكريين أن نظام الأسد قد قارب على الانهيار إلا أن التوقعات التي توضع في زمن الحروب لا تكون دقيقة بالضرورة ولكن من الواضح أن هناك حاجمات سالبة لمعتدل وموثوق قد كان أحد الأسباب المهمة لفشل الجهود الأمريكية السابقة لرعاية مثل ذلك البديل هو أنه قد كان من المستحيل لقادة المعارضة المدنية تنظيم أنفسهم داخل البلاد ولهذا فهناك حاجة إلى منطقة آمنة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع توسيع برنامج التدريب العسكري ليس لتدخل في الحرب الأهلية ولكن لتحقيق إمكانية التواصل إلى حل مقبول سيزيد الرفضة المستمرة لسيد أوباما بتصرف من فرصة المعادلة التالية كما فقد نظام الأسد المزيد من الأراضي كلما سيطر الإرهابيون عليها وتمددوا موقع المدن نشر مقالة لحسين عبد الحسين بعنوان لماذا تستعجل واشنطن الآن تدريب المقاتلين السوريين؟ حيث يرى الكاتب بأن الحماسة التي أبلتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة خارج عن المألوف وتأتي الحماسة الأمريكية في وقت لم يعلق وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أثناء استقباله رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة الأسبوع الماضي على مطالب ضيفه بإقامة مناطق آمنة داخل سوريا واكتفى كيري بتكرار نقاط الكلام الأمريكية التي تتمحور حول حل سياسي عبر حوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد وفي غياب أي حديث أمريكي عن مهمة القوى المزمع تدريبها في تركيا يبدو أن أهداف واشنطن خلف التدريب لا تتعلق بتغيير موازين القوى العسكرية على الأرض السورية هذا يعني أن هناك سببين رئيسيين يكمنان خلف البرنامج الأمريكي وهما نفس السببين الذين دفع وكالة الاستخبارات الأمريكية على الإشراف على برنامج مماثل في الأردن قبل أكثر من سنتين السبب الأول هو أن أي برنامج تدريبي يعطي الولايات المتحدة فرصة للاحتكاك بمقاتل معارضة وتكوين فكرة عن الفصائل وترتيبها وارتباطها ببعضها البعض كما تعطي برنامج من هذا النوع الولايات المتحدة فرصة لتحديد من مع من بين المعارضين السوريين المقاتليين ومن يمكن لأمريكا الركون إليه ومن عليها أن تضعه تحت المراقبة الاستخباراتية خوفا من نشاطات مستقبلية قد يقوم بها لضام صالح أمريكية وغربية السبب الثاني هو أنه بسبب الانتصارات العسكرية التي حققتها المعارضة السورية على مدى الأسبوع الماضية تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن يؤدي انهيار نظام الأسد ووصول المعارضة المسلحة إلى الحكم إلى غياب أي أصدقاء لواشنطن من بين المعارضين المسلحين أي أنه حسب التعبير الأمريكي السائد تريد واشنطن أن يكون لها حصان بين الفصائل السورية المختلفة حتى يكون لديها عيون وأذان وكذلك كلمة في مرحلة ما بعد الأسد لهذه المصالح الأمريكية الذاتية سرعت البلايات المتحدة إلى أبلاغ المسؤولين الأتراك استعدادها لإعادة تشغيل برنامج التدريب والتجهيز المتعثر منذ شهور موقف واشنطن الفعلي من تسارع الأحداث العسكرية في سوريا ومقله كيري علنا أمام خوجة حوار سياسي بين المعارضة والنظام تليه مرحلة انتقالية وحكومة جامعة لكافة الأطياف السورية أما بقية تصريحات الأمريكية حول التدريب والتجهيز والتسليح فمجرد كلام بكلام صحيفة العرب القطرية نشرت بقالا لحسن الساعي بعنوان لماذا يخرج من البيت؟ حيث تقول الأساطير أن السقراط لم يتحول إلى فيلسوف إلا هربا من زوجته التي كانت دائبة الشجار والنقار ومثل سقراط في العصور الحديثة نابليون الثالث وإمبراطور فرنسا وإبرهام لينكولين ويقال إن السعادة الرجلي في الزواج تتوقف على مزاج زوجته أكثر من أي شيء آخر فقد تتمتع الزوجة بكل فضيلة إيجابية محببة ولكن كلها تصبح لا وزن لها ولا قيمة ولا جمال إذا كانت الزوجة سيئة طباع حادة المزاج محبة للنقار لا بد أن ننتبه فالنكد الذي تخليقه الزوجات لأزواجهن يسبب التعاسة الزوجية بدرجة تفوق ما يسببه السفة أو قلة الخبرة بالتدبير البنزلي وقلة التواصل بين الزوجين فالنكد الذي تخليقه الزوجة يعتبر أكبر عامل في هدم صرح السعادة الزوجية ورغم كل التحضيرات والتنبيهات والدراسات التي أثبتت ذلك إلا أنه ما زالت بعض الزوجات منذ عهد الكهوف حتى اليوم يسعين إلى السيطرة على أزواجهن بالنقار والشجار والبحث عن الأخطاء ربما الأسباب تختلف حسب الوضع ومعظمها تعود لأسباب نفسية أو جسمانية أو حدة المزاج أو افتقاد الحب والتبرم بالحياة والإحساسات الدفينة السيئة المترتب على تراكمات سابقة كل ذلك وأكثر قد يسبب الشعور بالنكد والضيق والكدر فما هو العلاج لعودة الزوج على الزوجة أن تعود نفسها أن تقول الشيء مرة واحدة وتنساه بعد ذلك تدرب نفسها للحصول على النتيجة التي تستهدفها بوسائل أكثر ليون ورقة لا بد أن تنمي في نفسها روح الدعابة والابتسامة والتخفيف من الضغط قدر المستطاع تعود نفسها على الحديث بهدوء عما يسبب لها الضيق وفي الوقت المناسب في المواضيع الأهم تحاول أن تجعل مقدرتها على الحصول على نتائج منشودة بغير الالتجاء إلى الشجار مثار فخر لها ويختم الكاتب بالقول تختلف الأسباب وتختلف الحلول ولكن الأهم أن تكون الزوجة في المحصلة سببا رئيسيا في بقاء الزوج في البيت للخروج منه بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا كالعادة لنهاية هذه الحلقة نترككم برعاية الله ونشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة